وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي وتبكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 440 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 41 طن مواد غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 17 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 25 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط أربع قضايا بمضبطات بلغت قرابة 15 طن أقماح محلية